ومن وزارة الصحة العامة إلى وزارة التدريب المهني وحفل التسليم وتسلم المهام بين الوزير السابق والجديد سوريا محمد بوم شهدت وزارة التدريب المهني وتطوير المهن عملية تسليم وتسلم عمل بين الوزير السابق أحمد حسين مغني والوزير الجديد آدم دانغاي نكور جيد بحضور العديد من العاملين بالوزارة في الكلمة التي قدمها الوزير السابق شكر العاملين لوقوفه معه أثناء فترة عمله ولم يقل شكره للحكومة. الوزير الجديد آدم نكور قدم شكري لرئيس الجنغوري إدريس ديب إتنو والرئيس الوزراء الذين وضعوا في الصغة لاختياره على رأس وزارة التدريب المهني وتطوير المهني. شكر خاص للرئيس الجنغورية إدريس ديب إتنو لأمانة الكلفاني له ونشكر سكسيا وزير آمات هسين موغني للأمل على سواء قبل وإن شاء الله أنت الأوين والرجال قاعدين لازم تقوفوا ما يسوى ومشي الوقوفة موفودة الميسون حقا ينجى في الأمل الهصة الكلفون له وكان ذلك بحضور الأمين العام المفوض لدى الحكومة عبد الله الصابر لا شك أن حكومة عام 2017 ستترك بصمات خالدة اجهد لها التاريخ وتكون من المعالمة السياسية البارزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر